ماروك أخبار يومية السلام عليكم ورحمة الله ووفق ذات المصادر الإعلامية فإن وقائع الحادث المأساوي الأليم تعود إلى محاولة الضرك الهالك الدخول واقتحام غرفة عشقته وذلك عبر تسلقه لإحدى نوفد الشقة بعدما كانت قد منعته من الدخول من الباب الرئيسي وذلك بسبب خلافات وقعت بينهما ذات المصادر أفادت إلى أن الهالك فقد توازنه وسقط من علو مرتفع نحو الأرض ليفارق الحياة على الفور وبعين المكان مدرجا في دمائه هذا وفور اختارها بالحادث المأساوي انتقلت على الفور مختلف الأجهزة الأمنية ومصالح الوقاية المدنية قصد القيام بالمتعين وفق كل الاختصاص والعمل على جمع كل المعلومات والمعطيات التي يمكن أن تساعدها في البحث والتحقيق والوصول إلى معرفة الأسباب الحقيقية التي كانت وراء الوفاة الغامضة ويدكر أن المصالح الأمنية نفسها أشرفت كذلك بأمر من النيابة العامة المختصة لدى الدائرة القضائية الدار البيضاء على نقل جوتة الدرك الهالك إلى مسودع حفظ الأموات لإخضاعها للتشريح الطبي في انتظار ما ستسفر عنها نتائج التقارير الطبية للطب الشرعي